السلام عليكم حبوبتي الغاليات يعني بواحد المحتوى زوين ونقي ومشرف ليه والناس اللي غايتفرجوا فيه يعني اليوم غنهضر لكم على الموضوع اللي دارج على موضوع الساعة في اليوتيوب في اليوتيوب مشي في العالم لحقاش العالم ما كيناش فيه غير وحد الإنسان اللي هي مشهورة بزاف في اليوتيوب يعني العالم راح عامر بمشاكيل وبزاف الحاجات المهم بما أننا في اليوتيوب وكنستعملوا اليوتيوب وكينتفرجوا فيه الناس وهد الإنسانة عندها يعني عندها بزاف الناس ومعروفة على اليوتيوب المهم أنا ما نكذبش عليكم عجبني الحال بزاف 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 مني تم صلح فيما بينهم هذا شيء يعني ليه وزوين ليكن في أحد الأسرة أنا خارج اليوتيوب ما كيعجبنيش كل عائلة ها كان فرقا وأكتر 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 هو المشكل اللي عند هاد الناس هادول اللي كنشوفوه إحنا يوخها هاد المشاكرة ما كيناش غير عند هاد الأخت ورجلها وحماتها را كينتش جاري به العمال ولكن بما أننا في اليوتيوب سمحوا لي يا معتش مطاح بما أننا في اليوتيوب خصنا نعطيه واحد نظرة زوينا خصنا نخرجوه الناس يعني احنا نكونوا مثال 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 جميل ومثال ليستفدوا مننا الناس وياخدوا مننا يكون مثال أعلى يدرب بين المثال كيف نقوله يعني ما نخرجوش مشاكلنا والمسائل الخيبة والسلبية نخرجوها الناس يعني أنا في نظريك نشوف بحال هاد الحويج مخصومش يخرجوه لحقاش المشاكل مخاطية واحد والهم مخاطيك تحد انتي عطيتي خاصك تعطيشي حاجة اللي يزوينا اللي يتفرح الإنسان إنسان كيدخول اليوتيوب كي بغي يفوج على قلبه وكي بغي يشوف حاجات زوينا ماشي حاجات اللي ما غتعجبوش والمهم وحاجة وحدة اللي غانا هضر فيه وكان هضر فيه دائما وانا نقوله أنا ماشي ضد هاد الانسان هادي وانا ماشي من المتتبعين ديالها بالحق كنشوف ضروري كنشوف مني احنا في اليوتيوب كتطلعي كتبلك ضروري حبسي طلع كتعرفي شنو كين ربما نشوف باش نقدر نبغي نهضر بحال داب أنا شفت وهضرت عليه يعني ما هضرت عليه إلا وشفته ولكن كي حز في قلبي بأنه بحال هاد المشاكل تخرج كيف ممكن الحال خاص الإنسان ما يخرجش المشاكل دياله اليوتيوب مع موك مع أختك مع عدوسك مع أخوك مع رجلك بحالة شي صراحة ما يخصوش يخرج اليوتيوب أعطي للناس شي حاجة اللي يستفدوا منها والناس اللي كينتاقدوا تاهم ما ما كيعجبوني الصراحة لأنه كيبقى كل شي كيبقى على المشاهدة كل شي قاعد لي كتشوفوا كينتاقدوا هذا ولدك 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 كل شي كل شي طالع على المشاهدة رمى بهم لي صلحوا هذا ولي صلحوا لأخر ولا يديروا هذه ولا يعطيوا شي حاجة زوينة الهدف ديالهم هو المشاهدة لأنه أنا أنا غنكون هنا تكن هرب لكم هنا هذا الموضوع اللي كدرني في خاطري كينين قانوات اللي كينتاقدوا ولكن انتقاد ديالهم معيار ماشي انتقاد لأن الانتقاد عندك حق تنتاقدي بحال دبانا عندي حق ندير فيديو نهضر على هذا الموضوع ونقول رأيي فيه هذا ما حقي وما غير حيدوا لي يتواحد وكنشارك معكم الرأي وكنضم بزافة الناس اللي عرفوا هذا القضية ديال الصلح ما بين أسماء والعدوزة ديالها وذلك الشي اللي طاري صراحانا ماشي ماشي ضد أسماء وإنما ضد هذك الشي اللي خرجت به مع أنه وذا بدتم الصلح وانا فرحت والله العظيم حتى حسيت واحد إحساس غريب لأن بلا كيعجبني نشوف الناس مجتمعين وأكتري العائلات أنا من طبعي بلا يوتيوب ما كيعجبنيش نشوف جوجهم خاصمين أنا بيت ديما كيعجبنيش شي حد نكون مخاصمة معاه والله العظيم فله هذا ما كنبغيش نشوف ناس مخاصمين يعني أنا ديما كنكون هناك أنا من طبعي إلا القيجوج مخاصمين كنتدخل هذا من طبعي والناس اللي كيعرفوني را كيشهدوا على هذا الشي المهم لو كت أنا قريبة اليوم كنت صالحته بشعل هدي وحق الله العظيم ونتدخل وخانا ماشي وجه معروف كيف ما هو ما ولكن الحمد لله هاد الصيفة كان متاز بها بلا يوتيوب يعني كيعجبني الدخل في المزيانة الخيبة عمرني ما نحضر فيها المهم على أيين كيف تنقوله خاص هذا باع يعني يبدأوا صفحة جديدة ويبدأوا حياة مزيانة خالية من المشاكل من الأحسن ولا كان شي غياره لشي حاجة يبقى بيناتهم يعني ما كلا شي خرج أنا حيت كان شوف طرفهم وخاصم يمجوج ولكن كي بل يا هي خرجات شي حويج لي مخصم شي خرجو بالحق إن الله غفور الرحيم ومزيان من يتصالحوا والله فرحت من كل قلبي بأنهم تصالحوا ويتفو هاد الغضاب والناس اللي كينتاقدوا انتقاد راه ما شي هو تقولي لها وجهة طوبة ولا فمك فرقم ولا هادي ولا هذا ما كيبقاش انتقاد هذا كيتسمى بأنك دون مستوى لأنك انتك تنتقدها بالمعيار فاركي كوني على يقينتي مش يحسل منها أنا ده باكي ده باكي نهضر عليها ولكن مش معناه أنني أنا فان ديالها أو تابعها أنا إلا انتقدت غنتقد المحتوى أنا المحتوى كنشوفه يعني مشي شي محتوى ليستحق بزاف ديال المشاهدات وكذا كذا ولكن مع ذلك ما غنكونش ضد هالنط قولها انتي فعلة وانتي تاركة نو 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 أنا انتقد المحتوى مثلا نقول بأن محتوى يعني ما عندك شي محتوى زوين وما ننطش نقول لها حي تنقينا واحد القناة لي أنا وقع جدل بنا وبنا في واحد الليف لي أنا هدرت وما عجباش الحال هدرت في ذاك الليف ما عجبتني شي لأنه من طبعي الحق نقوله في مكان أنا الحق نقوله في أي واحد أي واحد في الحق غادي نقوله انتفك الحق يعني انتعد شي لك تدير ماشي مزيان مهما يكون وخي يكون ولادي وخي يكون لي كان المهم الحق نقوله كنت وقع لي واحد مخالفة مع واحد القناة ما غنذكرش الاسم ديالة بش مدقولش أنا طلعت عليها ولادي وأنا ما عنديش مع ذك القادية وأنا معروفة عليها أنا واحد إنسانة داخلها سوق راسي وغادها جنب الحيط ولكن عندي حق أنها ضرف هاد شي ولكن ماشي نعير يعني نقول أشنو كين بالحق ما نعيرش ونقول بحال واحد القناة كنتنتقد هاد السيدة بزاف وطلعت بيها صراحة هي قناتها طلعتها بهاد الأخت وكنت تعجب أنا سبحان الله كنت تعجب عندها ناس متبعينها وموافقينها في الرأي وكيقولوا لا اه وكيش جعوها وهي كتعيري وجهة طوبة يا شي معيار صراحة مخصوش يدقال مع أنني نقولها ونعاودها أنا ماشي كنقول معها وماشي ضدها أنا ماشي مع أسماء وماشي ضدها يعني إلا بغيت ننتقدها ننتقدها بوحد الحاجة اللي محتوى ولا ماشي نقول لها أنت فاعلة ولا فمك عوجة ولا اتهادي ولا ديك لا هذا شي كيبقى من المستوى ديالك الطيح يعني مدام أنتي كتعيريها وكتقولي لها خاصنا نشوفوك أنتي كذيرة باشا تقولي لها أنت عوجة ولا أنتهادي حيث هذه القناة كنشوفها كتنتقد بالمعيار وكتنتقد واحد انتقد يعني بالمذابزة وهذا رأى ماشي طريقة إلا درك الخاطر في شي حاجة شي حاجة شتيها وبغيتي تصلحيها بلا معيار رأى مدام أنتي كتعيري رأى أنتي دون مستوى أنتي غتكون يكتر من نمازالية كتدير شي حاجة ما كتعيرش ما كتخصرش الهدراء ولكن أنتي مدام أنتي كتنوضي وكتقولي في هذا الأدرا وكتنتقد أنتي قادل لي خيب رأى كتسمي كتر منه أنتي ماشي حسن منه كوني على يقين وكنقول لنا الناس اللي كتبعوا هذالقنوات اللي كنتقدوا بالمعيار رأى أنتو ما كتديوا الدنوب معهم وانتو ما كتصفقوا ليه وكتقولوا ليه زيد فيها عندك الصحة فعلة آه يا الملهوطة يا هادي معتشنو المهم هاد الشي رأى خاسنا نحيدو خاسنا نعطى وحد الصورة زوينا في اليوتيوب لأنك يتبعونا ناس صغار غادي يديو على ذاك الشي اللي احنا كنا نعذروا غادي تهموا يخرجوا ويديروا نفس المحتوى فهات الشي كنقول خفوا من هات الشي ومزيان مني تصالحوا انا فرحت ليهم كيف كنقول انا كنهضره وكتو كرجعه لأن الوالدين كيف مكانوا رأى نبي من عنبي الله رأى كان بباه كافر وشنو بقى على الكفر يعني الكفر أصعب حاجة هي الكفر ومع ذلك ربي يقال ليه ببك هدك كيف مكان ببك هدك يعني الوالدين كيف مكانوا خيبين كيف مغا يكونوا فكيبقوا وليديك يعني مرتك عندك حق عليها نعم انا متافقة والمرضية يكون رجلها معاها ويكون في جنبها ويكون كيساندها سي ولكن امك 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 يعني امك عنده حق عليك ومرتك تهية ولكن بلحق ماشي بلحق يعني ماشي المراكة عي الراجل قالس اعطاتهم مخلت شنو قالس وانت قالس وموافق الرأي ومطلعين ذك شي يعني ذك شي لداز صراحة وخاتكن عنده الحق وخاتكن مظلومة وخاتكن كيف مكان تفادك شي لداز را خيب ولكن غنقول عو تاني بان الصلح خير ومزيان يتصالح ويتفوض الغضاب والناس اللي كتنتاقدوا كانت ظن رم قاعدكم فين دازة بتزيدوا ديروا شي محتوى لطلعوا بقنواتكم بدراعكم لانكن بغينا نديروا هات شي ونطلعوا احنا جيبي الوقت كتر منكم وما نوصلوش لهذا الحالة اللي وصلتوا لانا كيني شي قانوات هات شي ديال انتقاد ركيشعلوا العواف وانتو مرم عندكم فين تنعسو من عندي انا قسما بالله هم كينما بقاوا عائلة وانتو مكنت زيدوا تشعلوا العواف بشو عند هاتي وتعيرو هات بشو عند خرمالكم انتو مغير متتبعين دخلوا بالخير ولا أولا سكتو لانا قل خيرا أو يسموت راو صلنا الوحد الحالة اللي لا إله إلا الله والله العظيم كان شوف القنواتك يعيروا وعندهم الناس متبعينهم تهم مزيد اللي هم فيه أعطيها والله إلا عبرت عليها والله إلا عصرتها والله لا لا مش بهذا المستوى خدكون إياه خيبة نو نكونوا احنا مزيانين في المحتاجة ارتقوا شيئا ما خاصنا نتخلقوا نتخلقوا ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر